السلام عليكم ولن بيكم محلقة جديدة ويوم جديد ومزرعتك في بيتك وعندنا النهاردة جميع تحديثات الاسعار سواء الكاتاكيت الاعلاف كمان تنفيذات ارض المزرعة هقول لكم على الاسعار الحقيقية والفعلية النهاردة في السوق وهنقرى لكم السوق يا جماعة وهقول لكم كمان يعني توقعاتنا وهقول لكم كمان الدنيا هتبقى رايحة على فين وهقول لكم حاجات كتير النهاردة وتفصيلات مهمة جدا من خلال الفيديو ولكن مهم قوي ان انتم تكملوا معنا الفيديو للنهاية وقابل ان نبدأ الحلقة كالعادة نزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تنسوش يا جماعة تكتبوها بايديكو في التعليقات وخلوها شاهد لنا يوم الايامة اي حد عنده اي سؤال بكتبونا في الكومنت تحت الفيديو برد على جميع اسئلة حضراتكم قدر المصطفى كمان اي حد من اخوتنا المتابعين المبتدئين في التثمين محتاج مننا متابعة المتابعة معانا مجانا لنهاية الدورة بسيب لحضراتكم رقمي الشخصي في نهاية الحلقة باتكلموني على الرقم والمتابعة مجانا يا جماعة مع حضراتكم لنهاية الدورة طيب النهاردة محتاجة منكم كمان لايقات كتير جدا اللايك يا جماعة مجانا مش هيكلفكم اي حاجة ولكن فعليا مهم جدا ان تحطوا لايك للفيديو علشان يترفعوا غيركم كتير يستفيد من الحاجات اللي احنا بنقولها سواء في الاسعار في التثمين كل الحلقات مهمة ومهمة جدا ان هي توصل لغيركم يا جماعة خليكم فعالين في الخير اللايك ما بيش بيكلفكم اي حاجة اللايك مجانا تماما مش بفلوس يا جماعة طيب النهاردة عاوز اقول لكم بشرة حلوة جدا انهيار اسعار الكتاكيت بداية من الاسبوع ده هتبدأوا تسمعوا اسعار حلوة جدا في اسعار الكتاكيت طبعا كان الارتفاع زيادة جدا وكان لازم الاسعار دي تنزل يا جماعة لان قلنا قبل كده انه مستحيل ابدا ان الاسعار دي تستمر طيب امبارح الاسعار ابتدت ان هي تتحرك شوية للنزول وعلى طول اوتوماتيك الاعلاف رفعت يا جماعة هي كده زي ما قول لعب لكده هي ساقية واحنا بنظر فيها وشركات الاعلاف وشركات الكتاكيت بتلعب بالمربي كل واحد بلعب بالمربي شوية يعني الكتاكيت رفعت مجرد ان هي خلاص سكنه وخلاص الناس استكفت من الكتاكيت خلاص شركات الاعلاف قلت لهم اركينه بقى شوية على جنب علشان ناخد دورنا بالتالي الكتاكيت تنزل يقوم العلاف يغلق على طول لان انت كده كده سكنت ومحتاج تنزل اعلاف فعلى طول اوتوماتيك شركات الاعلاف لازم ترفع الاعلاف طيب النهاردة عاوز اقول لحضراتكم النهاردة خمسمائة جنيه في الطن العلاف الواحد مرة واحدة يا جماعة وقلنا قبل كده لما كان بيبقى فيه نزول ما كناش بنسمع عن النزول ابدا غير بعدها باسبوعين تلاتة المدخلات الاعلاف كلها تنزل ومع ذلك كانت الاسعار بتفضل سبتة فترة طويلة كانوا بينزله مية في متين في كلام فاضي ولكن مجرد ان اي حاجة من مدخلات العلاف تبدأ ترفع على طول في ثواني بيكونوا رافعين العلاف بالخمسمائة جنيه النهاردة فعليا الطن العلاف خمسمائة جنيه مقفولة جماعة فيه كمان شركات عدت الخمسمائة جنيه وده رفعة مش بنشوفها يعني اعاوز اقول لكم بصراحة حاجة كده صعبة جدا ان بعد ما الناس تسكن الكاتكوت اللي عدت تلاتين جنيه فيه ناس سكنت الكاتكوت باربعة وتلاتين جنيه والنهاردة هيكملوا الدورة بالاسعار الغالية اللي حضراتكم هتشوفوها معانا في نهاية الفيديو طيب نشتري ولا نستنى بص يا جماعة في خلال الاسبوع ده هتلاقوا الاسعار ابتدت تهدى شوية سوى الكاتكوت البيضة او الالوان وقلنا قبل كده ان الكاتكوت الابيض هو رمانة الميزان بالنسبة لكل الكاتكوت لو نزل بينزل جميع الانواع معاه لو رفع بيرفع جميع الانواع معاه يبقى اللي محتاج ينزل ينزل واللي مش محتاج يستنى شوية ويكون افضل ان انتوا استنوا شوية لان ان شاء الله هيبقى فيه انفراجة في اسعار الكاتكوت هتبدأ تهدى حلو جدا ولكن الاعلاف يا جماعة هترفع فاللي محتاج ينزل العلف وخلاص نزل الكاتكوت يبدأ ينزل الكمية بتاعته ما يتستنوش لان هتشيروا الاعلاف غالية وفيها هيبقى رفع كمان اليومين تلاتة الجايين دول سدقون هيبقى فيه رفعه في الاعلاف طبعا دي كلها توقعات يا جماعة ولكن هي قراءة للسوق اللي احنا فيه 24 ساعة وشايفين الدنيا عاملة ازاي فكده انا بقول لكم الكلام ده من القلب يا جماعة وخايفة عليكم استنوا شوية بالكاتكوت ولكن الدخل الكاتكوت نزله العلف اللي انتو محتاجينه او الكمية على حسب الاعداد اللي انتو دخلتوها خلاص كده كملوا معنا الفيديو للاخر وما تنسوش كمان تحطوا لايك للفيديو وتعالوا بنا نبدأ بتنفيذات ارض المزرعة واقول لكم اسعار الكاتكيت وكمان اسعار الاعلاف الفعلية النهاردة البط المسكو في ارض المزرعة 95 جنيه والمحلات 105 جنيه للكيلو المولر 85 جنيه ارض المزرعة والمحلات 95 جنيه للكيلو البط البلدي ارض المزرعة 105 جنيه والمحلات 115 جنيه للكيلو الفرنساوي ارض المزرعة 80 جنيه والمحلات 90 جنيه للكيلو الارنب ارض المزرعة 80 جنيه والمحلات 85 جنيه للكيلو السمان ارض المزرعة 50 جنيه والمحلات 60 جنيه للجوز الروم الأبيض النهاردة 115 جنيه أرض المزرعة والمحلات 125 جنيه للكيلو الروم البلد الأسود أرض المزرعة 120 جنيه والمحلات 130 جنيه للكيلو الحمام البلدي أرض المزرعة 85 جنيه والمحلات 90 جنيه للجوز الفراخ البلد النهاردة فيها ارتفاع أرض المزرعة 100 جنيه والمحلات 110 جنيه للكيلو الساسو أرض المزرعة 98 جنيه والمحلات 105 جنيه للكيلو ارتفاع الرزي والفيومي أرض المزرعة 95 جنيه والمحلات 105 جنيه للكيلو انخفاض أمهات الأحمر البيض 58 جنيه أرض المزرعة والمحلات 65 جنيه للكيلو أمهات الفراخ البيضة أرض المزرعة 65 جنيه والمحلات 71 جنيه للكيلو أما عن أسعار الفراخ البيضة النهاردة المعلن 68 جنيه والتنفيذ الفعلي 67 جنيه أرض المزرعة والمحلات 74 جنيه ما تشريش بأكتر من كده كمستهلك أما عن أسعار الأعلى في النهاردة وفيها ارتفاع قوي جداً 500 جنيه في الطن الواحد والطن بيتروح من 18300 لل19950 جنيه أعلى أبيوت على في النهاردة 485 بادي 480 نامي 475 ناهي الكيلو قطعي في المحلات 21 جنيه أما عن أسعار الكاتاكيت النهاردة وفيها هدوق نسبي وكمان فيه عروض كبيرة جداً من بعض الشركات البط المسكوفي الار 41 47 جنيه ومش موجود البط البيور 34 جنيه البط الفرنسوي 30 جنيه المولار 44 جنيه البط الشروفان النهاردة 30 جنيه البكين العادة 28 جنيه مسكوفي مخلط 43 جنيه الروم البلدي الأسود عمري يوم 40 جنيه الروم البرونزي 40 جنيه للكاتكوت عمري يوم أما عن الجميزة البيور مش موجودة وسعرها غالي النهاردة عملة 20 جنيه الرزي فارزي ديوك 20 جنيه رزي برابر النهاردة عملة 16 جنيه رزي على وشه 18 جنيه في يوم بلدي 14 جنيه بلدي حر 11 جنيه بلدي مشاعر 13 جنيه الهجين العالي النهاردة 18 جنيه الساسو 20 جنيه والساسو الجيل التاني 19 جنيه أما عن أسعار الكاتكوت الأبيض النهاردة سواء شركات أو أهالي فيه نزول حلو جدا ونصيحة مني استنوا شوية لو مش مستعجلين الأسعار الأيام اللي جاية هيبقى فيها نزول مع نزول أسعار اللحم لازم أسعار الكاتكوت تنزل مع كمان ارتفاع الأعلاف برضو لازم الكاتكوت ينزل فاللي محتاج ينزل واللي مش محتاج يستنى شوية الكاتكوت الأهالي النهاردة عامل 25 جنيه وده نزول حلو جدا بالنسبة للأسعار اللي كانت من بداية الأسبوع أما عن الشركات النهاردة فيها برضو نزول حلو جدا وفيه بعض الشركات عاملة عروض نتمنى تكون حقيقة مش المعلن حاجة والتنفيذ حاجة تانية الكاتكوت بادئ من 30 لحد 32 جنيه واستنوا شوية نصيحة مني لازم الأسعار هتنزل يا جماعة دي كانت الأسعار المعلنة النهاردة نتمنى يكون القادم أفضل اشتغلوا ما توقفوا الشغل انتوا بخير في كل أحوالكم لو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الكل يستفيد ولو لسه مش مشتركين معنا بجد هيفوتكم كتير استنونا في حلقة جديدة أشوفكم تاني بألف صحة وخير